بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك اللهم اجعلنا هداة المهتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الشعب الإيمان باب في طاعته للأمر فصل في فضل الإمام العادل وعن الشعبي يحدث أنه سمع عبد الرحمن بن سمرة القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما استرعى الله عبداً رعية فلم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا حرم الله عليه الجنة كذلك رواه أبوه عبد الوارث عن محمد بن ذكوان هذا الحديث الصحيح رواه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان أمير كان والي على خراسان وهو الذي فتح تلك البلاد يقول رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما استرعى الله عبداً ما استرعى الله عبداً رعيةً ما استرعى الله عبداً رعيةً فلم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا حرم الله عليه الجنة ما استرعى الله عبداً هذا الحديث هذا الحديث جاء في زجر الولاة وعبداً والذي صلى الله عليه وسلم يقول ما استرعى الله عبداً الرعية استرعى الله عبداً رعيةً ما استرعى الله عبداً رعيةً أنه أنه عن سمرة يعني حصر يعني حصر ما بعد يعني حصر ما بعد إلا فيما قبلها ما جاء أحد إلا زيد يعني كلهم غايبين إلا زيد حضور ما استرعى الله رعيةً ما انتهت الجملة فلم يحط من ورائهم بالنصيحة أي لم يقم بالأمان النصيحة هنا يا عبد الله معناها إخلاص الأمر والعمل وبذل الجهد فيما كان تحت يدك من رعية وغيرها فتقول فلان ناصح في عمله أي يؤديه بجهد وإخلاص قال ما استرعى الله عبداً رعيةً فلم يحط من ورائهم قصد من ورائهم أي لأن الإحاطة تقطد الحصر وأن يكون كل شيء تحت رعايته وعنايته ويقول هذا الوالي الذي استرعاه الله الرعية إن لم يبذل الجهد في النصيحة والإخلاص في هؤلاء الرعاية من بذل الجهد في دفع المصائب وبذل الجهد في جلب المنافع هذه هي النصيحة تقول فلان ينصح لفلان أن يخلص له العمل فلم يحط من ورائهم بالنصيحة ما جاء الجواب الجواب إلا حرم الله عليه الجنة يعني أعطاه الله الولاية فلم يقم بواجباتها ما نصح هؤلاء الرعية إذا لم ينصحهم ما الذي يكون يكون يغشهم والغش بمعنى أنه يظهر لهم ما هو في مصلحتهم وباطنه خلاف ذلك أو أنه يهملهم فقال هذا الوالي إذا لم ينصح للأمة ويبذل جهده في رعايتهم ومصالحهم إلا والله عز وجل يحرم عليه الجنة إذا جاء الوعيد في مثل هذه الأحاديث الوعيد أن يقول فلان من انتمى إلى غير مواليه قد حرم الله عليه الجنة ومن شرب الخمر كذا لم يدخل الجنة ومن انتسب إلى غير مواليه فليس منا أحاديث كثير بهذه البعنى أي أن هذا إذا أصر على هذا العمل لا يدخل الجنة إلا بعد عذاب لأنه لا زال مؤمن يقول لا إله إلا الله هذا الوالي إن لم يتب ويستغفر الله ويرجع فإنه لا يدخل الجنة مع المؤمنين لأن الله عز وجل جعل جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه ومن اتبع سنة يدخلون الجنة يوم القيامة وحسابهم يسير من خالف ذلك وهو مؤمن فله عذاب قد يكون في الدنيا فيطهره الله بالمصائب وقد لا ينجو لأن ذنوبه أكثر من الصالحات فالعذاب لا يطهره فيأتي عذاب البرزق وهو القبر والعياذ بالله فإن لم يخلص ويصف بقي في عرصات يوم القيامة يوم طوله خمسون ألف سنة فإن لم ينجه ذاك العذاب لجأ إلى النار ثم مصيره إلى الجنة إن تاب وأصلح وأخلص فإن الله يتوب عليه ويرفع عنه ذلك فإذا قال حرم الله عليه الجنة يعني ما تاب لا بد أن يعذب فإن كان معه لا إله إلا الله يخلص من النار ويعود إلى الجنة ونعوذ بالله من النار أما قرب إليها من قول نعم اقرأ يا عبد الله وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير المحختال والشيخ الزاني والإمام الجائر يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يبغضهم الله عز وجل الله يبغض ويحب والله سبحانه وتعالى يرضى ويكره هذه صفات ما ينبغي للعبد إذا جاءت هذه اللفظة يقول الرحمة معناه أنه يعطيهم نواله وعطاياه والبغض معناه أنه يعذبهم ويؤذيهم هذه آثار البغض وآثار الحب ليست هي المحبة وليست هي البغض البغض صفة لا ندري كما لا نعلم ذاته الشريفة الجليلة سبحانه وتعالى فلا نعلم كيف يبغى لكن نذرك ونعلم أن الله عز وجل وصف نفسه ووصفه رسوله فنقول أن الله يبغض من لا يطيعه ويبغض العصات ويحب المطيعين من آثار المحبة أنه ينعم عليهم ومن آثار البغض أنه يعذبهم ويحصل لهم شيء من نقمات أفعال الله عز وجل ويقول أربعة يعني أربعة أصناف من العبيد شوف هؤلاء الأربعة ذكرهم المصنف وسنعود ذكرهم ما الذي يجمع بين هؤلاء الأربعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال كلمة وجاءت جمل مترابطة فاعلم أن بينها مناسبة ليست كأقوال الخطب وعادي الناس وفصحائهم وقد يتكلمون ولا تجد رابطا بين جملة وجملة إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله كتاب الله عجيب في التناسق والتناسق لا تجد آية إلا ولها معنى ذات صلة بما قبلها وما بعدها وكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جمع الراوي سمع عدة أحاديث وجمعها فذل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقلها في مقام واحد أما الحديث الطويل وذل جمل إذا جاءت في مقام واحد فلا بد لها من صلة وبينا هذا في كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن العاص بلغني أنك تصوم الدهر قال نعم قال لا تفعل صم ثلاثة أيام من كل شهر قال أطيق أكثر من ذلك قال إلى أن قال الصم يوما وأفطر يوما قال أطيق أفضل من ذلك قال ما في أفضل من كذا كان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى الذي يقرأ الحديث يقول استشهد صلى الله عليه وسلم بصيام داود لأجل يقول إن تتأس فإن أنبياء الله ما زاد على ذلك ومن رام أن يفوق أنبياء الله في الفعل فهو مخطي داود كان يصوم يوم ويفطر يوم وإذا لاق العدو لا يفر إذا قرأت هذه العبارة تقول ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم وكان إذا لاق العدو ولا يفر مع أن الكلام في سياق الصوم وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول داود الصوم لا ينهكه ولا يضعفه يبقى في قوته وثباته فإذا لقي العدو في الجهاد يصمت ويصبر ويقاتل ولا يفر إن كنت في هذه الطاقة فداود صلى الله عليه وسلم كان في ذات في تلك القوة ولن تنال تلك القوة كما نالها داود افعل فكان رضي الله عنه أنا الشاهد أوردته في قوله كان لا يفر هنا اسمعوا الحديث قال أربعة يبغضهم الله عز وجل جمعت أفعال هؤلاء الأربعة أن الله كرههم وبغضهم لابد هذه الذنوب بينها تناسب لأن البغض لا يكون إلا عن ذنب الله عز وجل لا يبغض الذوات لأن الذوات أسود وأحمر وطويل وقصير وذكر وأنثى وحر وعبد وشريف وذليل هذه أوصاف لا تتعلق بها أحكام الله عز وجل لا يعاقب على جمال الصور ولا على غنى الأبدان ولا على امتلائها وضعفها إنما يحكم الله عز وجل على الأفعال وعلى أفعال القلوب هؤلاء الأربع لهم ذنوب اشتركوا فيها سنعرف أن هؤلاء فعلوا ذنوب هذه الذنوب جمعتهم في أن الله بغضهم وإلا أصحاب الذنوب كثيرة أنواع الذنوب كثيرة لم يكن بينهم سكران ولا مرابي ولا عاق والديه ولا من قطع الطريق ولا الساحر إنما أكثر أشياء كثيرة لما جمع هؤلاء الأربع اسمعوا ما يقول أربعة يبغضهم الله عز وجل قل البيع الحلاف البيع الذي يبيع الذي يبيع يعرض السلع على الناس يطلب فضل الله عز وجل لكن يكثر الحلف الحلف على ماذا لأن المساوم لما يأتي لمن يعرض البيع يحب أن يعلم نوع هذه السلع وجودتها ويعلم أن الثمن لم يغبن فيه يعني ما زاد زيادة فاحشة ويعلم أن هذا صادق ما عمل شيئا في السلعة خبأها على هذا المشتري لابد أن يعلم ذلك المشتري هذا يأتي ويقول كم ويقول والله إنها كذا ويقول يا أخي بكم كلفتك فيحلف بالله والله والرحمن والذي خلقك وهكذا يكثر منها هذا البيّاع يكثر الحلف ومن أكثر الحلف فإنه لا يخلو من أن يكذب وأن يقول شيئا غير واقع حتى ولو صدق لما تبيع للناس أنواع زهيدة ثم تحلف على أن رأس الفجل هذا إنما بلغ سعره كذا وتحلف على أن ك استوردته اليوم وتعلف أنه من مزرعة كذا هذا الحلف وإن كنت صادق اليمين لما تقول والله والرحمن والذي خلقك أي أني يا عبد الله جعلت الله عز وجل خالق كل شيء والقاهر فوق عباده وهو الذي بيده رفع النفوس وخفضها أنا وأنت تحت ظل عزه وجبروته أقسم به يعلم أن القسم معناته أني وضعت حيبة هذا الرب العظيم بيني وبينك صدقني فيما أقول واخضع لهذا القول وأنت أردت من السامع إدخال الهيبة في قلبه بأيمانك بهذا الرب العظيم والعادة أن المؤمن على الفطرة معناه على الفطرة أنه يعلم أن الناس إن كانت فيهم خديعة لكن لا يجرؤون على اليمين في الأمور التافهة فيخضع ويصدق ولذا لما يأت السائل يعني الذي يشهت الناس فيحلف بالله أن له صبية وأن له في الغالب القلوب تحن وتصدق القول هذا الذي يحلف على السلع التي هي متاع الدنيا وأمورها زهيدة ولا ينبغي للإنسان أن يهين جلال الله بالإسم في الأيمان دل على أنه بلغت استهانة الله في قلبه لدرجة أنه يريد أن يكسب ذريهمات قليلة مقابل أنه يجعل هذا العظيم واسط في تخويف العباد وإخضاعهم لقوله دل على أنه ما عنده هيب لله ولا خوف من الله بل أنه نزل تعظيم الله عز وجل منزلة من يريد أن يشتري ويبيع به والناس في الغالب والعياذ بالله إلا من سلم الله يطغى حب المادة على قلبه إلى أنه يجاهر بهذه فيحلف بالأيمان وبالقرآن إن لم يجعل آيات مكتوبة أو يفتح المذياء على القرآن إهاما للناس أنه رجل مأمون ثقة فيما يعرضه ويقوله ويقول صلى الله عليه وسلم أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف ولا يخلو من كذب وفي الغالب لأنه يريد أن يكسب ويريد أن يدلس على المشتري والمؤمنون في العادة كما أخبرناكم أنهم في الغالب من أقسم عليهم بالله خضعت لهم قلوبهم لا يحبون أن يردون إلا من كان فاجر القلب لا يهمه أقسم بالله أو لم يقصد فهذا أولهم اسمعوا الثاني اقرأ والفقير المختال الفقير المختال الفقير يعني المعدم المعدم يعني يا الله إن وجد قوت يومه مسكنه ليس بملك إن لم يأوي إلى الشارع أو عمل شيئا من من قش وعود وخيم لجأ إليها وإن وجد فبالديون هذا الفقير الذي يسعى ويكسب قوت يومه ويجده أو لا يجده فيه نوع من كبر الكبر يا عبد الله مو معناة أن يمشي ويهز عطفيه ويمد يديه يطوح بهم هذا نوع من التصرف نوع من الكبر الكبر حين يقال لك يا عبد الله هذا خطأ تقول ما لك ما الذي دخلك هذا أمر لا يخصك اذهب وإذا عجست أن تقول هذا القول نظرت إليه باحتقار فلا تحب من أحد أن يصدي إليك نصيحة لا أمر بالمعروف لا نهي عن المنكر وتظن أن الناس وتجعل أن الناس دونك مع أنك تغمط حقهم غمط الحق يا عبد الله يأتي قبلك إلى المكان فتحب أن تزيحه وتستولي على مكانه وقد يكون له حق في مسألة كذا فتتدخل أنت بشراسة وقوة فتسلب حقه يقول صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس الحقوق لا تحب لا تسمعها وغمط الناس احتقارهم أثار الكبر أشياء كثيرة منها الصلافة ومنها التبختر ومنها أنك تزدر الناس وتشير إليهم باحتقار الكبر دافعه أمر يرى المتكبر أنه خص دون الناس بما يرى في نفسه وأغلب ما تأتي هذه الصفة القذر الخبيثة من وجود شيء من المال عند ذاك المتكبر هذا المال قد يكون عيني وهو الفلوس والدراهم أموال وعقارات وقد يكون هذا المال غير عيني معنوي كأن يكون ذا رتبة وذا مكان إما من شرف النساب أو أن له مجدا في الآباء أو أن له مكانة كانت عند الناس فيعرفونها أيما كان فهذا المال وجوده هو سبب الطغيان هو سبب الكبر والاختيار هذا هو الدافع ليس هناك دافع غيره ولذا ذكر الله عز وجل كلا ليس كما تقول يا عبد الله إن الإنسان لا يطغى يأتيه طغيان فيتولد منه كبر الرآه استغنى فقط رآ نفسه أنه يستغني عن زيد وعبيد وغيرهم رآ نفسه وقد لا يكون في الواقع لأن فيه من هو أغنى منه وفيه من هو أشد منه فقط مجرد رؤيا النفس أوجدت فيه هذه الخيالاء من لم يكن ذا مالين ولا هناك ما يستدعي أن يطغى وأن يتكبر على الناس لابد فيه شيء آخر إذا تولد الكبر واحتقار الناس ما رأى فضل الله عز وجل ولا شكر الله عز وجل هذا الفقير الذي لا داعي له ولا سباب يدفعه إلى الكبر ما الذي يدل يدل على أن فيه نفسا خبيثة بلغت من الفجور أنه يرى الناس أن لا حق لهم في الوجود إلا هو فلما بلغ به من هذا العناد وهذا الكبر بينت أن هذه الروح التي يتغمطها هذا الجسد لا ينبغي لها أن تعيش بين الناس فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع يبغضه الله عز وجل الله عز وجل يبغض كل حلاف ولا تطيع كل حلاف مهين إن الحلف اقتضي المهانة لا أكثر الحلف إلا رجل فيه ضعف وفيه خذلان وفيه ذلة فأنهى الله نبيه أن يطيع هذا الصنف من الناس وإلا الحلف لا ينبغي كثرته في البيع وغير البيع لكن أكثر ما يكون الحلف في البيع لأجل جلب المال وإلا المتهم يحلف ويكثر الحلف والكذاب لأجل أن يروج بين الناس ويحبونه يحلف لكن هذا يظهر في الغالب يكتشفه الناس فيحذرونه لكن هذا البيع كل يوم يأتي بسلعة والذين 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 يستعرضونه يختلفون كل يوم فيضحك على هذا ويغش على هذا ولذا ربط صلى الله عليه وسلم الحلف بالبيع وإلا كثرت الحلف منه عنها هذا المختار الكبر فيه مبغوض الله عز وجل يمقته الكبرياء رجاؤه فأيما متكبر فإن الله يبغض إنما خص الفقير لأنه ليس له سبب إلا خبث النفس ما الوداع تتكبر ذاك له سبب يدفعه يبغض الله هذا وهذا لكن خص هذا بالذات ثم يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ الثالث والشيخ الزاني الشيخ الزاني الشيخ في اللغة العربية عن الكبير لأن يكون شاب وفتاء وكهل وشيخ فإذا تعدى الكهولة بعد الخمسين أصبح شيخ هذا الشيخ تخطى سن الكهولة والفتوة خمدت خمدت فيه دواع الشهوة وضعفت مع ترجار به حين كان شابا بالحلال أو الحرام ولما وصل هذه المرحلة فبقي يطارد النساء وعيناه لا تكفان وقلبه محرك لمثل هذا يبحث عن الزوان وعن الزانيات ما في داع إلى ذلك الشاب فيه هيجان وفيه حركة الطعام يثيره والشيطان يحركه والنفس المريض تدفعه فهو يقام عدة مقاومات وقل من يسلم من ذلك كل ابن آدم كتب الله له حظه من الزنا ما في أحد يخل منه قد يتغرب الإنسان كيف الزنا مكتوب أخبر صلى الله عليه وسلم أن العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان العينان بالنظر واليدان باللمس والبطش والرجلان بالسعي والحركة ثم يقول صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه هذا الشاب من نجاه الله وقاوم وبلغ خوف الله في قلبه أنه تدعوه المرأة أو يتعرد فيذهب وينكسر ويخاف وهو من السبع الذين يضلهم الله في ظل عرشه وقليل من ينجو من هذه الكوارث فيما في هذا الزمن فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيخ الزان يبغضه الله ما لك يا عبد الله بلغ بك من السن مرحلة ليس هناك دافع يدفعك إلى ذلك حتى الشيطان يأس منه الشيطان يأتي الشاب والفتى والكهل في منامه وفي يقضته إن نجى في اليقض لن ينجو في المنام ولذا أكثر الناس اللي فيهم خير لا يأتيهم الشيطان إلا في منامهم قليل من يدفع هذا فيكرهه حتى في النوم لكن هذا الشيخ يأس الشيطان منه ما في فائدة لا مني يصهر في صلبه ولا حاجة تدفعه إلى ذلك ومع ذلك يسعى إلى هذا الحرام ما الذي يدل يدل على أن وقار الله جف من قلبه وأن الهيب والخوف من لقاء الله لا يوجد في ضميره على الإطلاق إنما السعي في الخراب وانتهاك الحرمات بلغ من الرذالة والنذالة أن الفجر أن القلب امتلأ بالفجور الشاب الزناك حرمه الله جعل فيه الجلد لذاك الذي لم يتزوج وجعل الرجم للمحصن هذا الشائب الشيخ الكبير إذا كان في هذه المرحلة ولم يكن شيء من الدواعي دل على أن فيه من الفجور والله به عليم وبقاؤه أذن في المجتمع فلذا خص من دون سائر الزنات أن الله يبغضه اسمع الرابع والإمام الجائر الإمام الجائر الجور عن التعدي والظلم والرواية في صحيح البخاري الإمام الكذاب الجائر الذي يظلم والجور التعدي ويدخل فيه الكذب الذي يجور هو الذي يرى أنه يدفع الظلم عن نفسه أو يريد إخافة الناس أن لا يعتدوا عليه كل من توهم أن هذه الجهة فيها مخافة تجد يتصدى بعنف إلى تلك الجهة ولو لم يقدم له شيئا من الأذى فقط لبيان أنه له قدرة ويدفع وأحياني نكون الجور من تصلت لا من شيء آخر فهذا الذي يجور على الناس مبغوض عند الله عز وجل الإمام بيده القهر والجنود والقوة والأعوان ما الذي يدفعك يا عبد الله ولذا جاء في صحيح البخاري والي الإمام الكذاب الذي يكذب في الغالب يحب إما أن يأتي بمنفعة أو يدفع مضرة الإمام يخف من من ويرجو من هو الذي قائم بالأمر بيده سلطة الدنيا وبيده مفاتح الدنيا التي تحت يديه وليس هناك ذافع يدفعه إلى ذلك إذا رأيت هؤلاء الأربع جمعهم صلى الله عليه وسلم تجد هذا الجامع أن كل منهم استخف بالله وقلت عظمته وهيبته لله إلى أنه يجرؤ على المعصية رغبة فيها لا غير لأن السارق فيه حب المال ودافع قوي والشاب الزاني كذلك فيه ما يدفعه غلمة تقرصه وغير ذلك لكن هذا الشيخ وهذا البيّاع وهذا الإمام إذا كان كذلك ليس لهم دافع يدفعهم إلى هذه المعاصي إلا حب المعصية لا شيء ليس هناك خوف ولا رقيب ولا شيء يمنعهم ويردعهم اقرأ ما بعد وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقرب هم مني مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر إن أحب الناس إلي أي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلي وعلي فقال إن أحب الناس إلي 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 قال إلى الله إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقرب هم مني مجلسا يعني فيه فضيلتين هناك فضيلتان ومقامان ذا شرف أن هذا أحب الناس كلمة أحب أفعل تفضيل أي أنه من أحب الناس وإلا قارئ القرآن والمجاهد في سبيل الله هؤلاء من أحب الناس فقال أحب الناس إلى الله عز وجل سنعرف هذا الصنف الإمام العادل وأقرب هم مني مجلسا المجلس مو مكان الجلوس أي أقرب إلى رسول صلى الله عليه وعليه 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 في الشرب من الحوم وأقرب هم إلى رسول الله في إحلال الشفاعة عليه وأقرب هم إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه 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 في المضي والحركة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ويقول هذا الإمام العادل لما خص الإمام العادل الإمام العادل يحكم بين ملايين البشر أو يحكم على عشرة خمسة أشخاص لكن بلغ من عذهم أنه يواسيهم ويدفع عنهم الغوائل ويحميهم ويحوطهم بعنايته ففرغهم لعبادة الله وفرغهم لأن يقوموا بالأمان لأن الناس إذا كانوا في ذعر لا يعبدون الله حق عبادته وإذا كانوا في خوف لم يطمئن على طعامهم وأكلهم إذا جاء الخوف وعدم الأمر ذهبت الأمان من القلوب وجهب الإيثار ما في أحد يؤثر غيره كل أحد يحب أن يحوش إلى نفسه ما استطاع ذهبت هذه الكرامات وهذه القصار الحميدة لكن إذا جاء الإمام وعدل بين الناس وأمن هم من الغائل ومن اللصوص وحمى طرقهم من عبث العابثين فوجدوا ما يستطيعون به أن يؤمنوا حياتهم هذا فرغهم لله عز وجل صرفهم إلى الله عز وجل ولذا كان أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مجلسا هذا منطوق الحديث مفهومه إيه إيش معنا منطوق ومفهوم إذا قلت زيد يشرب الماء لها لها مفهوم أنه ليس جالس يضحاك ولم يكن بيده قلم يكتب ولم يكن يمشي في الأسواق دفعت عنه جميع التصرفات وأثبت له شرب الماء لأن في تلك الحاة تقول زيد يشرب الماء أي في هذه العالم فإذا قلت الإمام العادل له كذا وكذا مفهومه أن الإمام الجائر أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعدهم مجلسا من المجالس التي يغبط الناس من كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعيد منئي ملعون كالكلب بعيد عن القوم وكالشيطان مدحور وكان جزاء من عدل أن الله عز وجل يحبه ويكون قريبا من مجالسه صلى الله عليه وسلم فمن عمل خلاف ذلك الوعيد يا عبد الله لما يذكر الله عز وجل أن له كذا يوم القيامة وأنه بعيد عن كذا وأن له جعنم كذا هذا التذكير إنما يقع في قلب المؤمن الذي لا يؤمن بالآخرة والذي لا يؤمن بلقاء الله قد يكون إيمان لكن إيمان العوام يعني شاف الناس يقولون يوم القيامة يسمع الكلام هذا لكن لم يقر ذلك في صدره يسمع الكلمة ثم يجاهر فإذا أغضب وأثيرت حفيظته قال يوم القيامة تعال خلص ذراهمك مني إن كان يوم القيامة أنا أعطيك كذا استهتارا بيوم القيامة هو يقول لا إله إلا الله لكن يسمع الناس يقول يوم القيامة الله عز وجل حين يخوف إنما يخوف بهذا عباده المتقين واعلم أن الله عز وجل إذا توعد عبدا يوم القيامة لا تظن أنه بمن جات في هذه الدنيا لا حياته ليست حياة الطيبين الذين لهم حياة طيبة طوبة لهم أولئك الذين اتقوا الله عز وجل وعدلوا وقاموا بالأمانات أما هذه حياته ليست حياة طيبة هذا في كتاب الله عز وجل لكن الوعيد والجزاء والانتقام هو يوم القيامة فيذكر الله عباده بهذه لبياني أن من يخشى الله فإن هذه موعظة قوية اقرأ يا عبد الله وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك أهل العقد ورب الكعبة قالها ثلاثا فلا آسى عليهم ولكني آسى على من أهلك من المسلمين أهلك 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 أهل العقد ورب الكعبة أهل العقد يعني الذين عقد الناس لهم أيمانهم في البيعة أهلك 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 أبي بن كعب من أجلاء الصحابة رضي الله عنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك قال أوسماني الله يعني ربي عز وجل قال لك أبي بن كعب قال نعم فأعادها ثلاثة فبكى من شدة الفرح يعني هو أحقر من أن الله يذكره قرأ عليه صلى الله عليه وسلم ما هو قراءة تعلّم إنما قراءة تلقين أراد أن يقول بفعله بقراءته احفظ مني كيف تقرأ القرآن يا أبي فإذا أمره الله أن يقرأ على أبي لأن أبي كان حافظ لكتاب الله وأعلم الناس بالقراءات والناس يتعلّمون عليه فكان صلى الله عليه وسلم لقنه هذه منزلته يقول هلك أهل العقد ورب الكعب أنا ما آسي عليهم أنا ما أحزن ما الذي يجري عليهم ويحصل لهم من الله عز وجل لكني آسف وأحزن على من أهلك من المسلمين لأنه قد يجور وقد يسيء في الحكم وقد يغضل الناس فيضل معهم أقوى فإذا عدل عرفنا منزلته وإذا أساء في العلم وأساء في الجور والظلم فإنه يهلك على يديه أناس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما ترجمة نانسي قنقر شكرا